اليوم سنتعلم مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف التابعة Canon Pixma G1420 من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب باستخدام الكابل USB ويجب أن يكون لديك علم أن هذا الإصدار لا يوجد خاصية تثبيت تعريف التابعة من خلال الروتر Wi-Fi ولا اتباع من الموبايل وكي لا أطول عليكم نذهب لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فأنا نذهب مبدئياً جماعة سأقوم بكم رابط تحت الفيديو في خانة الوصف أو ممكن تلاقيه في أول تعليق لمجرد أن هذا الإصدار سيفتح لك صفحة Canon الرسمية لكي تستطيع تحمل تعريف التابعة Canon Pixma G1420 كما هو واضح قدامكم ستنزل تحت قليلاً سيأتي لك اختيار مكتوب على G1020 series driver setup package ومكتوب على Windows يعني تعريف للويندوز سأعني نختار download ثم نختار download مرة أخرى ثم ننتظر لحد ما يحمل تعريف التابعة وبعد اكتمال تنزيل التعريف سأقوم بفتحة للتعريف سأقوم بفتحة بالطريقة ثم نختار run أو ممكن تعمل الطريقة الثانية تقفل هذه الصفحة وتذهب إلى التحميلات أو التنزيلات التي موجودة لك سأقوم بفتحة كيف سأقوم بفتحة التحميلات أو التنزيلات التي لدينا سأقوم بفتحة للتعريف ثم سيظهر لك هنا download أو التنزيلات سأقوم بفتحة عادي جداً سأقوم بفتحة التعريف وإذا لم تضغطي عليه سأقوم بفتحة في فولدر تني بالأصفر هذا في حالة أن لا تدخل في التحميلات من المتصفح لك سأقوم بفتحة لكي نختار settings لكي نختار اللغة سأقوم بفتحة لغة عربية أو اللغة التي تريدها سأقوم بفتحة لغة العربية next هذه الخطوة روتينية عادي جداً سأقوم بفتحة البلد ومنطقة التي توجدها أو القرى التي توجدها لو لم تردت البلد هذه خطوة روتينية ليست مهمة سأقوم بفتحة ثم نختار بدء الإعداد ثم نختار التالي وفي هذه الخطوة لازم تكون موصلة لللابتوب أو كوميوتر الذي أنت متعرف عليه بالطابعة بخدمة الإنترنت لأن لو لم تردت عنك نت هذه الخطوة سيقول لك فشل لكي ينزل بعض البرامج وكما ترى هذه تعتبر الخطوة الأولى خطوة الثانية والثالثة والربعة وبعد ذلك التعريف الطابعة سيتثبت معنا وفي هذه الخطوة تختار نعم ثم نختار أوافق وهنا يقول لك تتم الآن المعالجة الرجال انتظار وكما ترى هذه الخطوة الثالثة إنك جيت تنتظر دقيقتين لحد ما يثبت تعريف الطابعة وفي هذه الخطوة يطلب منك تركيب الكابل يو اسي بي الواصلة بين الطابعة والكمبيوتر أو الطابعة واللابتوب وكما ترى أول ما لكبت الكابل يو اسي بي الرسالة التي تطلب منك تركيب الكابل اختفت ثم يأتي لك هذه الخطوة تختار التالي ثم نختار التالي وأول ما تظهر لك القائمة دي تعرف وقتها إن الطابعة اتعرفت من خلال الكابل يو اسي بي بنجاح هنختار متابعة الانترنت وطبعا الصفحة اللي هتظهر لك دوقتي الخاصة بالانترنت لما تفتح لك اقفلها لأنك مش هتحتاج منها أي حاجة وبكده ثبتنا تعريف الطابعة من خلال الكابل يو اسي بي بنجاح هناك معلومة مهمة جدا لازم تعرفها لو أنت هتطبع على ورق بلان بيبر أو الورق العادي اللي هو التمانين جرم فانت اطبع بكل وصولة مفيش أي مشاكل لكن لو أنت بتطبع على صور فوتوغرافية وحابب تطبع على حاجة عالية الجودة والصورة تبقى ممتازة أو بتطبع على ورق كوشية أو ورق سكر ففي بعض الاختيارات أو الإعلادات لازم نزبطها مع بعض أول حاجة هنروح على كنترول بلان هنا ولو لم يتعيش على سطح المكتب ممكن تعمل سيرش وتبحث عليها ثم هنختار ديفايت اند برينتر كما نرى الطابعة تحتك مكتوب عليها Canon G1020 series هذا رقم عادي جدا مع أن الرقم تحضر لك G1420 هذا أمر عادي جدا لأن كلمة series معناها سلسلة يعني سلسلة الطابعات تنزل تحت بند عائلة G1020 فهذا أمر طبيعي جدا نضغط على كلمة ونختار Printing Preferences سيأتي لك الموصفات بالطريقة طبعا لو أنت تطبع على ورق عادي اللي هو الورق العادي اللي هو الورق بلان بيبر فستطيعها كما هي لكن طبعا أنت تتعليق الجودة وتطبع على صور الفوتوغرافية ضغط هنا على اختيار وتختار ورق صور ورق فوتوغرافية ونختار Photo Paper Plus Glucy 2 تمام؟ هذا هو حجم الورق لو لم تتضبط على أفور ستختار أفور وتتضبطه وهنا جودة الطابعة اللي هي Print Quality مكتوب عليها كياسية يعني هي متضبط عليها كياسية اللي هي Standard ضغط على واحدة نخليها High اللي هي عالية بعد أن تضبط كل شيء لا تنساش تعمل Apply ثم OK وبكده ثبتنا تعريف الطابعة من خلال الكابل USB وكمان عرفنا مع بعض كيف نتضبط الإعدادات وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة أتمنى أن نلقى عجبكم أتمنى أن الموضوع يكون نلقى عجبكم منتظر أي سفسار لكم بخصوص طبعات Canon كان معكم أحمد الساب من القناة Canon بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته